في أروقة هذا المبنى اجتمع الخميس وزراء خارجية ست دول بما فيها الأردن في منطقة البحر الميت بالعاصمة عمان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال إن الاجتماع كان مثمرا وبحث جميع القضايا المشتركة الإقليمية والدولية كان لقاء لتبادل وجهات النظر حول قضايانا الإقليمية حول سبل تعاوننا من أجل تجاوز الأزمات الإقليمية بما يحقق الأمن والاستقرار وهذا هدف مشترك لنا وبما يضمن خدمة قضايانا ومصالحنا العربية اللقاء كان تشاوري مفتوح بدون أجندة بدون جدوى الأعمال للحديث حول كيفية أن نعمل معا من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة كان حوار إيجابي مثمر موسع تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معا من أجل أن نعالجها للمرة أخرى تحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدم القضايانا الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي قبل اجتماع وارسو والمنوي إنعقاده بشهر شباط القادم إضافة إلى القمة العربية التي ستصطيفها تونس بشهر أذار من هذا العام ومن هنا انتهى اللقاء التشاوري بين وزراء الخارجية العرب والذي وصفه الصفدي بالإيجابي حول التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون لخدمة القضايا والمصالح العربية من البحر الميت رام العيسى الحقيقة الدولية